موسيقى هذه هي القاعدة التي بنى عليها هتلر ان افضل جنس بشري في العالم لابد ان يتسيد العالم ولابد ان يشع على العالم باسر من هنا بنى هتلر النازية الالمانية اللي هي تسيد العالم وملك العالم على الجانب الاخر نجد ان هذه الفلسفة هي نفسها الفلسفة الموجودة لدى بني اسرائيل ولدى اليهود الذين يقولون اننا الشعب السامي واننا افضل شعب في العالم واننا لابد ان نتسيد العالم ونملك العالم لان الساميين هم ملوك الارض ومن عليه هتلر كان يعلم ان اليهود لديهم نفس العقيدة في عقيدة مشتركة العقيدة اللي موجودة عندي هتلر عندي هتلر ان الالمان سادة العالم و اليهود عندهم عقيدة ان اليهود هم سادة العالم فاصبح هناك معركة اما ان يقضي اليهود على هتلر لكي يستمرهم ويصلوا الى تحقيق هدفهم بتسيد العالم واما ان يقضي هتلر على اليهود ويحقق هو هدفه بتسيد العالم ده خلى اليهود قاموا بدور خطير جدا وهم جدا في الحرب العالمية التانية ادى الى هزيمة هتلر المعلن لدى كل الناس والمثقفين ان هتلر سبب هزيمته في الحرب العالمية التانية انه حرك قواته الى روسيا في وقت الثلج اللي هو وقت الجو اللي بيبقى فيه تلج تلج شديد وروسيا طبعا تحت الصفر سبعة وعشر واثناشر والجنود الالمان والضباط الالمان مش متعودين على هذه الاجواء البيئية نعم وعلى الجانب الاخر حرك قواته في شمال افريقيا في شهر ستة وسبعة وتمانية في جو حار جدا وقارس وبرضو جنوده ما عندهمش قدرة على التحمل لهذه الاجواء وان المحورين الاتنين هم السبب الرئيسي في هزيمة هتلر ده ما يذكره المؤرخون وما ذكروا التاريخ وما كتبوا ايه المؤرخين لا ده غلط ده غلط الصح هي المعركة التي كانت دائرة في غرفة خفية ما بين هتلر واليهود والتي بدأ هتلر بالمحرقة الكل بيقول وكل اليهود وكل المؤرخين بيقولهم ان هتلر حرق اليهود في المحرقة بتاع الهوليكوست لا هتلر جمع اليهود كل ما وصلت اليه يده من الانسان الطالح يعني ايه الطالح الذي لا يقع على العمل اللي عندهم شل الأطفال اللي عندهم اللي بيقولوا عليها الخاصة اسمها زلعهات الاحتياجات الخاصة زلعهات الاحتياجات الخاصة نعم والمسلمين وكبار السن نعم وجمحهم كل دول وحرقهم قالك دول عبق على الاقتصاد الألماني وان دول غير منتجين يدخلوا المحرقة فالمحرقة اليهود لم تكن لليهود فقط وانما كانت لكل من هو طالح في نظر هتلر كان فيها مسلمين ومسيحيين وكل انهزم هتلر في الحرب العلامات التانية لان اليهود خاضوا معركة خفية من خلال دس من خلال دس احد المستشارين اتنين من المستشارين بتوع هتلر كانوا يعملوا لحساب اليهود وهم الذين شاروا على هتلر بان يحرك القوات تجاه روسيا ويحرك القوات تجاه شمال افريقيا من هنا استطاع اليهود ان يتسللوا لهتلر من خلال اقرب مستشارين شايف اليهود بيخططوا العالم من امتى من بعد الحرب العالمات تاني الشغل شغال ضربوا الاتحاد السوفيتي انهار دخلوا اوروبا الشرقية من خلال منظمات المجتمع المدني بدعاوة الديمقراطية واعادة الكلام اللي انت عرف اسمم كل الدول يغزلافية الاسمت الى اخير دول البلقان الحروب والمجازر الى اخير واقاموا صورات على بحور من الدم بينما ادعم انه التغيير السلمي واللعنف تمام وعملوا ما يقرب من عشرين صورة دموية لتنفيذ هدف واحد طيب المانيا هنا دخلت معاهم ليه بمنظمات لان كل واحد بيبكي على ليلى المانيا بتجاهز لحكم العالم مرة اخرى انا بقول الكلام ده اليهود بقولهم يا اخواننا ما تجذبوش على نفسكم انت دلوقتي لعبتوا في الجغرافيا السكانية الالمانية على قد ما قدرتو وصل بكم الامر الى انتو خلتوا الالمان كرهين الجواز علشان ما يبقاش فيه انجاب ولكن ايه اللي موجود النهاردة في المانيا من خمس سنين بالزبط الزواج زي السرخ والانجاب سواريخ في المانيا دلوقتي امريكا واسرائيل والاتحاد الاوروبي يستهدف تدمير تلت مؤسسات في مصر بشراسة غير عادية المخابرات العامة المصرية القوات المسلحة المصرية المخابرات الحربية المصرية انا بقول من اليوم اصبح هناك مجود حربي للشعب لازم يتعلم المجود الحربي يا جماعة احنا في معركة ضد اكبر دولة في العالم واللي ورا منها تاني دولة في العالم امريكا اكبر دولة في العالم تاليها المانيا تاني اكبر دولة اقتصادية في العالم فاحنا بنحارب قوتين عزماتية الدول الصناعية الكبرى في العالم تمانية احنا بنحارب منهم اتنين احنا في حرب ضد اتنين دلوقت حالة حرب رسمية معلنة تحركوا القوات المسلحة النهاردة معلها حرب واضحة يعني لا ده اللي جاي اخطر من كده هو لاما تبقى البلد مفتوحة على مصر ايه وتبقى عاملة زي الغرباء لاما يتقلك احنا عداء الديمقراطيق يعني ايه ما هو ده الكلام اللي مكتوب في كتاب بروتقلات حكماء صيون ده مص واضح في بروتقلات حكماء صيون الكلام اللي بتقال للنار هذه معركة قتالية شديدة بدأت بلا طلقات بدأت بلا اطلاق نيران ولكنها ستنتهي باطلاق النيران وانا بقول هذا الكلام وانا بقول هذا الكلام سيطلق الغيش المصر النيران على جيوش الاعداء لان ما هتتكلم معايا اقول المعركة القتالية بالدبابات بقى والمدافع والطيارات معدها امت نعم يعني امكان يا دكتور انا اتكلمت في بداية الحلقة على ان الحرب اللي مصر بتواجهها دلوقتي هي لاست حرب اطلاق نيران او صواريخ او غيره متى ستواجه مصر هذه الحرب في زرب في تلت شوق السيناريو الحرب المسلحة في تلت شوق